محاولة جديدة لجمع الأطراف الليبية على طاولة واحدة تتجلى باستقبال أنقرة رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح الرئيس التركي رجاب طيب أردوهان التقى رئيس البرلمان الليبي إضافة إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله لافي في المجمع الرئاسي بأنقرة وحضر اللقاء رئيس البرلمان التركي مصطفى شانطوب الذي التقى صالح قبل ذلك في مقر البرلمان السفير التركي في ليبيا كينان يلماز قال إن بلاده تنتهج مقاربة شاملة حيال ليبيا وتنظر إليها ككل دون تمييز بين شرقها وغربها وتدعم التوافق السياسي في هذا البلد الذي مزقته الحرب زيارة رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيل صالح لأنقرة مهمة للعلاقات بين البلدين مقاربة تركيا في ليبيا تتمثل في تأسيس الاستقرار والتوافق السياسي مجلس النواب والدولة الليبيين تفقا على الكثير من البنود ولم يتبقى سوى بعض النقاط الخلافية بينهما نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله في أكد تصريحات السفير وقال عبر تويتر إن الحديث في المجمع الرئاسي تناول العلاقات بين البلدين وتطورات السياسية والتأكيد على الحفاظ على وحدة التراب الليبي وضرورة الإسراع في إجراء العملية الانتخابية وأن الحل العسكري مستبعد وأن من الواجب وقف التصعيد الذي يعرقل بناء دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا وفي سبيل ذلك من المتوقع أن يلتقي صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبرغم أنه سيكون لقاء غير رسمي بحسب مصادر في المجلس الأعلى للدولة فإن الطرفين الخصمين سيناقشان ملف السلطة التنفيذية إما بتعديل حكومة فتح باشاغة أو بتقديم حكومة أخرى أو باستبعاد كل من باشاغة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة بحسب المصدر ذاته الذي أضاف أن المشري وصالح سيناقشان الشأن الدستوري والنقاط الخلافية للقاعدة الدستورية أيضا مساعي تركيا لحل الملف الليبي تأتي في ظل مخاوف جمة من انزلاق ليبيا مجددا إلى أتون حرب أهلية لم يغب شبحها بعد همام سعده تئرتي عربي